لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول الجمعية المغربية لتشجيع الرياضة في المقاولة تتولى منصب نائب رئيس الفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة باعتبارها ممثلة للقارة الإفريقية اختيار توج أشغال هذه الفيدرالية التي تعقد جمعها العام لأول مرة خارج أوروبا في إفريقيا نحن شبه متأكدون أن المغرب يجب أن يكون البلد الرائد في مجال الرياضة داخل المقاولة لذا فقد اقترحنا على رئيس الجمعية المغربية لتشجيع الرياضة بالمغرب لابسيم أن يصبح نائب رئيس الفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة كان أيضا من المهم أن نأخذ هذا القرار هنا بالمغرب يمكن أن يكون منصبا رمزيا لكنه مهم للمستقبل كانت ستقبلو كممتدامة مغربية اسميتها لابسيم الجمعية المغربية لتشجيع الرياضة في المقاولة هي فيدرالية بحال الجمعية دي الكورة القادم هي جمعية مغربية اليوم نخرطت في 2019 في المنظمة الدولية تشجيع الرياضة في المقاولة وليوم الجمعية العام سيقرر باش المغرب شخص هذا الفيدرالية المغربية هي اللابسيم اللي كان لدي كحصل للشرف باش نترقصها غادي نوليو نائب رئيس دي المنظمة الدولية ممتل القرى الافريقية وهذا كان فتخره به افتخار كبير لنا باش يكون واحدا نعمل تحسيس من طرف المجتمع المغربي والمقاولات المغربية على أهمية ممارسة الرياضة إن الرياضة هي الصحة الرياضة هي مردودية الرياضة هي الحياة الرياضة هي الصدقة الرياضة هي التحديات الرياضة هي كل شيء الرياضة هي الحياة اختيار المغرب تمليه أسباب عدة يتقدمها انخراط كبير وريادة في مجال الرياضة في المقاولة في القارة السمراء توجدنا هنا ليس بمحظي الصدفة بل لنلاحظ العمل الممتاز لجمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب لابسيم هذه الجمعية المهيكلة بشكل جيد جدا رغم أن عمرها لم يتجاوز ثلاث سنوات بدلنا من المهم أن نحيي هذا الاتحاد الذي يضم شخصيات جد مهمة بالمغرب هو شرف كبير بالنسبة لنا وامتياز أن ننظم أول جمع عام للفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة بإفريقيا هنا بالبيضاء هو طبعا لن يكون الأخير سنسعى لتنظيم العديد من الأنشطة بالمغرب نحن جد سعداء ونتطلع إلى ذلك في جدول أعمال الجمع العام للفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة تدارس لحصيلة أنشطة السنة الماضية واستشراف للألعاب الدولية التي ستحتضنها المكسيكا السنة المقبلة موعد كما باقي المواعيد هدفه تشجيع ممارسات أنشطة الرياضة بشكل منتظم في المقاولات وتثمين الطابع الترفيهي والصحي للرياضة الجماعية على السعيد الدولي اشتركوا في القناة